أكثر من 153.960.000 برميل إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي مشكلة نحو 80% من إجمالي الإنتاج الذي تجاوز 191.350.000 برميل فيما بلغ متوسط السعر 81.40 سنة للبرميل وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام سجل انخفاضا بأقل من نصف في المئة ليبلغ أكثر من 149.800.000 برميل وارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بأكثر من 6% ليتجاوز 41.530.000 برميل وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط العماني بأكثر من 140.780.000 برميل تلتها اليابان ثم الهند من جهة أخرى بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 26.192.300.000 متر مكعب حتى نهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع تجاوز 2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على نحو 59% من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حيث قارب 15.400.000.000 متر مكعب وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط أكثر من 6.762.000.000 متر مكعب ومحطات توليد الطاقة بنحو 3.900.000.000 متر مكعب والمناطق الصناعية ب131.500.000 متر مكعب الجدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملاً الاستيراد بلغ 20.890.700.000 متر مكعب فيما تجاوز الإنتاج المصاحب للغاز الطبيعي 5.300.000.000 متر مكعب ترجمة نانسي قنقر